هذا ووفق مجلس الوزراء الإسرائيلية بالإجماع على شني هجوم على رفح الفلسطينية من جانبه أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يأير لابيد أن الحكومة تخلت عن المحتجزين قائلا إن عليها أن تفعل كل شيء لإعادتهم بدورها جددت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا بوندرل عين دعوتها لوقف إطلاق الناري في قطع غزة والإفراج على المحتجزين وذلك بحسب القاهرة الإخبارية